موسيقى حرب المياه التي أدارتها ميليشيا الإنقلاب في مدينة تعز لم تقف عند حدود المنع والحصار بل ذهبت لتوسيعها لتصبح أكثر تدميرا ابتدأتها باجتياح مقراتها الإدارية والهندسية وجعلها ثكونات عسكرية لها وأنهتها بعملية سطو ممنهج على كل مقدراتها ترجمة نانسي قنقر تعد المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز من أكبر المنشآت الخدمية والذي يعود تاريخ إنشائها إلى مطلع الستينات من القرن الماضي أي قبل إعلان الجمهورية بعامين والتي شهدت مراحل تطويرية مختلفة كان أبرزها في ثمانينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الأمريكي جون كينيدي الذي قدم لها حزمة إصلاحات غير مسبوقة أملا في تحقيق أهدافها المتمثل في توفير الأمن المائي في المدينة التي تعد أكبر المدن اليمنية كثافة للسكان وأكثرها شحا لموارد المياه والقليل المتوفر يضخ عبر المياه الجوفية المنتشرة خارج المدينة مؤسسة مياة عز تعتبر الأولى على مستوى القمهورية وأول مشروع دشن قبل بداية الثورة بشيء بسيط ودشن بعدها في 62-67 فكان بمثابة الحياة لتعز في توفير المياه للشرب ولهذا ظلت مؤسسة مياة عز تواكب التطورات التي تشهدها المدينة بفعل مشروع مياه كان يعرف مشروع مياه كينيدي من أيام قوم كينيدي وهو يعتبر هبا أمريكية في حينها لمدينة تعز حياة بدون ماء لا يدو قد حياة أهم شيء الماء هذا الدخلات كانت توفر كل شيء الآن مع باقش معنا ولا حاجة الآبر الشرقية الغربية هذا كله منتهي معنا الآبر الشرقية مع هذه الحوبان وهذا وهنا برضو مع الحوثيين اللي هي مناطقة الشمالية مع الحوثيين معنا إلا داخل المدينة حوالي 16 بير نصهم بعض إنهم نشتغلوا بعض إنهم ما نشتغلوش أي حاج من الشيء خربوه ولكن هنا لأن خدمية تخدم المواطن كفل لقابة هذا إيش يعني كانوا يعملوا قطرة لك مشاكل بلا بدون يعني من ناحية المياه من هذا كده حين قدمت ميليشيا صالح والحوثي إلى تعز وأرادت اللعب بورقة المياه للضغط على سكانها بهدف الرضوخ لمشروعها الإنقلابي سيطرت عليها كمنظومة متكاملة ابتداء من قمة الهرم حيث مبنى المؤسسة وانتهاء بمحطات الآبار الإرتوازية في شرق وشمال وغرب المدينة هذا الأمر مكنها من ممارسة عبثها بهذه المفردة بكل سهولة ولم يقف حجم ذلك العبث عند حدود المؤسسة بل ذهبت من خلالها إلى شن عمليات قصف متواصل على أحياء المدينة والأحياء المجاورة لها هذه كانت تكون عسكرية ويتم الضرب منها لجميع المناطق التي حولها لأن كل كانت دباباتهم وطقومهم بداخل المؤسسة هنا يعتبر زي المعسكر كان يجالسين داخل المؤسسة وكان في نفس الحكاية قريب قيادة الشرطة العسكري كانوا داخلها وفي الأمن كانوا داخلها وكلهم كانوا مش معسكر تبع الحوادث في نهاية عام 2016 كثفت الميليشيا هجماتها على المدينة من مقر تواجدها في المؤسسة وبشكل جنوني هذا الأمر استدعى تدخلا عاجلا للقضاء على بؤرة ذلك الخطر وبالفعل تم دحر الميليشيا من مبنى المؤسسة والمناطق المجاورة لها إلى الأطراف الشرقية للمدينة وما إن وصلت وتموضعت فيها أدركت أنها فقدت أهم موقع سيطرة وتحكم في عمق المدينة فقامت بردة فعل انتقامية تمثلت بعملية قصف هستيري على مبنى المؤسسة والمناطق المجاورة لها نتج عن ذلك تدمير البقية الباقية من تجهيزاتها بعد تحرير المؤسسة ودخول الجيش الوطني والمقاومة إلى المؤسسة كان هناك التراشق القذائف التي طالت المباني بشكل كبير تلاحظ أنه اتقاه هذه القذائف يأتي من سفتيل ومن الحرير ومن المناطق هذه المطلة لم يتركوها سليمة بل القذائف تلوا القذائف كل يوم كل يوم وروح ضحايا هنا من الموظفين داخل المؤسسة لسبب القذائف التي كانت من السلال ومن سفتيل ومن القعشة ومن واصل كان هم يضربوا المؤسسة ويرجعوا شيء للبيوت حق الناس شوف الجانب المؤسسة البيوت كلها مدمرات عرفت كان ضربهم عشوائي القذائف لا بدك تأخذ مبنى فقط تأخذ مبنى وبني الناس تأخذ أشياء كثيرة معها فقط للرهب الترهيب تخويف تدمير يعني أي شيء سلبي ممكنهم يعني الذي حاصل يعني لماذا الضرب هذا كله هذه منطقة ليس منطقة أسكرية المدينة كلها مش منطقة أسكرية مواطنين فيها نحن مواطنين نعتبر أولا وأخيرا تطور آخر أرادته ميليشيا الإنقلاب في مدينة تعز تمثل بتفشي ظاهرة الانفلات الأمني التي اكتوت بتبعاته مؤسسة المياه بشكل رئيسي وشهدت عمليات سطو ونهب منظمة من قبل عناصر وميليشيات رديفة لا يقل خطرها عن خطر ميليشيا الإنقلاب نهبت الآلات والمعدات الفنية فتحت المخازن والمختبرات دمرت الورش والخزانات والمتبقي منها لا يتجاوز ثلاثة في المئة من حجم التجهيزات التي كانت متوافرة بحسب تحليلات القائمين عليها كل المقومات داخل المؤسسة دمرت ونهبت من نظم معلومات من بنية احتية من مضخات من مخازن من أدوات مختبر المركزي حقا المياه يعني تنقية المياه تشوفوا أمامكم المختبر كان مجهز والآن أصبح يفتقر إلى أي جهاز كما ترون القذائف وصلت ودمرت كل شيء بالإضافة إلى النهب الذي طال هذه المؤسسة كان في حاجة معنا كثيرة جدا من المنظمات كما الدار العمام كان مليان الحاجة المهمة جدا مهلا حتى البيبات حقا المادة المجاري مادة المياضات تشوف المخلحين كلها منهارة منتهية بالقذائف كلها ملقعات تعين هذا نحتاج لش لا تنفع ولا شيء ولا تنفع واحد في المياه يعني هذا المختبر المركزي كان يقوم بعملية الفحص للآبار القديدة وإذا حصل تلوث في الشبكة في هذا يقوم بفحص ومعالجة أي تلوثات بيروقي فحص فيزيائي فحص يقوم بعملية أيضان الكلورة في المواقع في الآبار دمر شامل ناحية المخازن والمحطات المولدات جميع المعدات أصبحت تارفة وبحاجة إلى إعادة تهيل أصبحنا بالمثال عندما نبحث عن قطاع غير معظم قطاع غير نهيبات معظم المولدات نهيبات ودمرت بشكل متعمد إدارة المعلومات والمكاتب الإدارية التي كانت المرتكز الأساسي في إدارة أعمال المؤسسة لم تسلم هي الأخرى من النهب والعبث إضافة إلى الحفارات والمضخات والسيارات والوثائق والأصول والممتلكات كلها تناثرت وغيبت بفعل تلك الحملة المنظمة التي أديرت بكل احترافية أول ما تم دخول المؤسسة كان في سرقة ومنهجة لسرقة مؤسسة المياه حتى سرقة الأجهزة كان بطريقة احترافية يأخذ الجهاز الكمبيوتر ويأخذ أهم القطاع المعالج الكروت الهردات كل شي وبعد ما يأخذ الجهاز كامل يصف فيه زي البيضة يأخذ في قشو بالأرض وانتهى الموضوع حتى المذربود يخليها متهية تماما السيرفرات معان حوالي خمسة سيرفرات قيمة الواحد ما يتقاوز السبعة في دولار صف تماما وباحترافية فتح بطريقة معينة وسحبة الهردات والمعالجات بطريقة معينة الطابعة المهمة والغالية أخذت القديمة البالية اللي لا تباع أبدا يعني كل شي يباع أخذ كل شي لا يباع ظل موجود هذا قسم صيانة العدادات قسم تجهز حديثا فيه هذا جهاز الفحص هذا هنا وهنا كان في جهاز جهاز أو كومبريسور يقوم بضخل ماء وفحص العدادات كما ترون خزان ماء وتعرض للنهب فجهاز الكمبيوتر مع البرامج غير موجود الكمبريسور غير موجود كما ترون يعني بقى قزء من هذا القسم المولدات يحتوي على قزء ميكانيكي وقزء كهربائي فتم نهب القزء الكهربائي فتعطل المولد بشكل عام وكذلك المحولات تم أخذ المحول النحاس من القلب حق المحول النحاس فأصبح التنكت لا نستطيع أن نسفن منه بأي شيء في حاجة المهمة مع علاقة هناك بعض مضخط بعض مولدات في حاجات كبيرة في بعض حان قطاع يعني زغيرة جدا مع نهبت وهي مكلفة يعني حاجة الأمور المالية الإدارية الذاكري يعني كما الكمبيوترات كلهم نهبت يعني فيه وثائق فيه وثائق نهبت علينا من داخلنا شروع يعني خراب لما تجد شوف تحت بالكمبيوترات تشوف يعني خراب يعني خراب يعني فضع جدا المؤسسة منتهي ما فيش يعني لو في خاط نبدل تاليف نبدل هذا ما فيش مواصر مجاري مواصر ذو قدامك شوف منتهي ما فيش مواصر مياه ما فيش كان في معانا هنجرة مليانة ما عاد فيش ما فيش ولا شيء الحاجة الحلوة المهمة أخذوها خلوا نحن هذا البراكب ما فيش سيارة مضيفة أخذوها سيارة مدحملة الموجودة الموجودة قدامك ما عاد تشتغلش موسيقى ثمانمائة ألف دولار هي التكلفة التقديرية لحجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمباني والمكاتب الإدارية في مؤسسة المياه ومليون وسبعمائة ألف دولار تكلفة المعدات والتجهيزات الفنية أربعمائة ألف دولار الأثاث والأصول الثابتة وثمانمائة ألف دولار خسارة الآبار والشبكات الفرعية وخمسمائة ألف دولار خسائر نظم المعلومات وتجهيزاتها والقائمة تطول السنوات التي مرت أفقدت المؤسسة كثير من خدماتها من إيراداتها فهذه نوع من الأضرار التي قد لا تشاهد لكن سنوات عاد التوقف عن الخدمة وما يترتب عليه من أجور موظفين مستحقات فهي كثيرة الآن ما في معناه حوالي ثلاثة في المياه تعرف أن الأممال لما يروح يفتحوا المياه يروحوا بموتورات المجارب المعناه كان معنا يعني تقدر تقول إيش دبابات كان في معناه كل المدينية معناه دبابات يعني معدات المعدات المواصلة كاملة بشكل عام ما في معناه حاجة ما في معي الآن أي بنية تحتية عشان أبدأ طبع فواتير وحرك الأنظمة واشتغل يحتاج لي سيرفر قيمة السيرفر ثمانية ألف دولار يعني ما يقارب الأربعة مليون ريال يمني هذا السيرفر فقط لقيمت السيرفر بحتاج لنا أشغل إيش بقية الإدارات من إدارة تيارية من إدارة موالد بشرية من إدارة مالية من إدارة مشاريع التكلفة أقل أقل تكلفة يحتاج لي حوالي مئة مليون ريال يمني عشان أبدأ أسس بتقنية معلومات خاصة مؤسسة المياه تبدأ من الألف إلى اليال من الكمبيوتر وتنتهي بآخر شيء بأحبار وأوراق وكل شيء كذلك خزانات المياه وبالذات الحديدية خزانات الحديدية وتجهيزات المحطات المحطات المختلفة والمعدات كل هذا يعني موجود وأضرار مرصودة أشياء حديثة كانت موجودة طيب ليش هذا كله لما نسرق هذه الحاجة حتى لو كان الذي أخذها مواطن أخذها قانب آخر مش دي ممتلكاتهم دي ممتلكاتنا إحنا إحنا دمرنا ممتلكاتنا ما دمرنا شحاد ما سرقنا شحاد إحنا سرقنا نفسنا بالأخير أبواب شبابيك أشياء يعني وبعد كده من اللي بيبني ومن بيدفع الفاتورة مش إحنا وأولادنا وأولاد أولادنا يعني هو أحد يفكر تكلفة دمار باهظة جداً لحقت بمؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة تعز لا زالت غارقة فيها حتى اليوم وقرار عودة بعض الموظفين إليها وهم القلة يصفه كثيرون في المؤسسة أنه لا زال بشكل صوري أكثر مما هو فعلي وكل ما دار ويدور في أروقتها مجرد مسرحية هزلية لا أكثر لما دخلنا قالوا حقكم موجودين وصوروا لنا كراتين وهذا وزي ما هي بس أجينا نطلب الحاجة الأساسية مش موجود سيارة معانا انتهيين بوكلينات انتهوا راحوا مش عارفين هين راحوا ما بش باقي معانا حاجة المؤسسة يقول لك سلمت سلمت صوريا فعليا ما سلمت المؤسسة فعليا ما سلمت نزلت في المالية داخل خارج بحراسة طبيعية عائشة الموظف زي ما كان قبل قبل الحال رح شوف الضرائب رح شوف كل المكاتب الحكومية رح شوف كل المقرات دخول المؤسسة ما تقدرش جهاز واحد عشان خرقوا عمل له صيانة ضروري لفة طويلة عريضة بدل ما خرقوا من مدير ورقة رسمية عشان خرقوا من فهي من البال اقول لك ما انه التسليم كان تسليم صغري ما فيش حاجة يسلموا مسلموش هالمؤسسة زي ما تشوف انتوا الان مايش مسلمة للموظفين موسيقى لأكثر من اربعة اعوام وسكان مدينة تعز يعانون من ازمة عدام مياه خانقة ولأكثر من عامين منذ ان تحررت المؤسسة الا انها لم تحظى بقرار جاد من الحكومة الشرعية بالعودة الحقيقية فهي مؤسسة ايرادية تستطيع النهوض ذاتيا باسرع من المتوقع والشاهد هنا ان سياسة الخذلان ستظل تلاحق هذه المؤسسة حالها حال اغلب المؤسسات الخدمية في هذه المدينة والضحية فيها المواطن الذي هو بحاجة الى من ينتشله من واقعه المرير في ظل الحرب المستمرة الماء هو اساس الحياة المؤسسة تحتاج الى اعادة اول حاجة الى ادخال الامن الى داخل مؤسسة المياه نحتاج الى الحماية الكاملة داخل المؤسسة ثاني شي نحتاج الى اعادة تأهيل المؤسسة كمبنى كمخازن كمقرات كمكاتب ثالث شي نطالب بتسليم كل مقرات المؤسسات التابع عليه واللي خارق خارق طاقة المؤسسة معانا مدرية القاهرة مدرية صالة تبع الجهات الاخرى مش قادر نستليم مش قادر نروح لمبنى يخص احنا خارق المؤسسة عشان نبدأ نشتغلبه زي صينة او صالة معانا مبنى هناك مدرية المظفر مبنى جاهز متكامل مع بير الى الان البير لا سلم ولا سلم المقر ويباعش وايتات المن اصحاب الوايت بدل ما استفيد منه المؤسسة كمورد له الان يباعش ويستفيد منه اشخاص اخرين وطوله باكثر مرة بتسليمه ما اتمش تسليمه الى الان تم التخاطب مع الجهات ذات العلاقة بالافادة عما هو ايش بايديها من معدات سيارات او اي شيء يعني تعود والان نكرر المناشدة ان من لديه من معدات المؤسسة سواء المقاورين للمؤسسة من ابناء الحارة وهم متفاعلون في هذا القناة او لقوى الجيش الوطني المختلفة تشكيلتها المختلفة ان يسلموا ما عندهم من مباني انه لازلت مباني موجودة يعني تحت سيطرت بعض هذه الوحدات او الكتائب او سميها ما شئت فنناشدهم هذه مؤسستكم وهي تخدم المدينة والمؤسسة بحاجة الى و الى مبانيها و الى آلاتها فنرغو ان يساهموا في هذا القانب هذه هي المؤسسة العامة للمياه و الصرف الصحي بمدينة تعز وهذا هو واقعها بعد عامين من تحريرها آليات و معدات معطلة وبقايا اطلال الجدران المدمرة في وقت لا زال شبح الضمأ يهدد المواطنين في المدينة ولا بادرة خير من مواقع المسئولية تلوح في الافق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر